نروح لأخبارنا المحلية نبتدي بفريق الحقيقة هو بياخد منافسات قوية جدا فريق الهوكي أو الهوكي الأرضي منتخب مصر الحقيقة يمكن مش واخد حقه إعلاميا بشكل كبير ولكن ده دورنا نحن نتكلم معاه تعرفين أن احنا في الهوكي الأرضي فريق بيتأهل ودائما بيحافظ على البطولات العالمية احنا بنفس فرقة واحدة بس في أفريقيا احنا كبرات أفريقيا زي ما بيقولوا في الهوكي الأرضي احنا جنوب أفريقيا الفريتين برضو بالمناسبة مصر وجنوب أفريقيا تأهل إلى النهائي منتخب جنوب أفريقيا يعني فاز على غانا قبل النهائي وإحنا فوزنا على أوغاندا 9-1 وتأهلنا للنهائي المباراة تتلاقيه ببكرة إن شاء الله واللي هيكسب هيطلع للألمبياد يعني لغاية دلوقتي واللي هيفوز بماتش النهاردة طبعا يتأهل للماتش النهاردة فريق الهوكي هيتأهل على طول الألمبياد اللي جاية ونتمنى منتخبنا طبعا يقدر يعمل المفاجأة ويسعد للألمبياد عشان يكون ثالث منتخب جماعي يسعد للألمبياد بعد منتخب ألمبي ومنتخب الكرة الطائرة دول يبقى ده المنتخب الثالث الجماعي اللي يطلع للألمبياد المباراة صعبة أوه بتلاقي جنوب أفريقيا في ملعبها وأرضاها صعبة ولكن الهوكي يعني الأرضي دايما يعني الحقيقة بيفجؤون بأداءه وخلينا أقول لكم دايما أنه هم بيبقوا يعني النجوم اللقبة دي بيبقوا من الشرقية الحقيقة بيبوا دايما يعني من المحافظة الشرقية بتحت ضنهم نتمنى لهم كل التوفيق خلينا نقول أسامي أو قائمة 18 بطل الحقيقة اللي بيأخوضوا النهاردة معركة النهائية والتأول الألمبياد محمد جمال محمود حسين كريم عاطف مصطفى منصور مصطفى اليماني محمود ممدوح سعيد كمال مصطفى رجب أشرف سعيد عمر سيد أحمد عبد الحكيم أحمد جمال أحمد جنيني محمد نصر حسام جبران حسام رجب زياد عادل محمد أحمد علي دول 18 بطل حقيقة يعني بيأتحد والنهاردة الظروف والملعب والجمهور عشان إن شاء الله يفوزوا ويتأهلوا لأولمبياد إن شاء الله باريس عشرين وعشرين كل التوفيق لهذا المنتخب وإن شاء الله يا رب في حالة تأهله أكيد طبعا نتمنى أنه يشرفنا هنا أكيد بالرغم من اللي يعني إحنا ما عندناش هوكي ولكن دول بيمثلوا مصر يا رب الفوز ليهم بإذن الله